أعتبر أن يحيى كنوز هو خطوة على الطريق طويل خطوة مهمة على الطريق طويل يخلينا نقدر نقدم معلومات دقيقة وصحيحة في إطار كوميديا، في إطار درامي لايء للأطفال إحنا دايماً كان عندنا أو أنا كنت بشوف كده إن إحنا بنقدم يا إما درس تعليم معلومات بشكل صريح أو أعمال مش لايقة على جيل بيفهم في السوشيال ميديا أكتر من أجيال كتير أكبر منه فإحنا حاولنا نعمل أو نحقق المعادلة الصعبة دي في إحياء كنوز نخلي العمل المشوق لايق على الطفل بيخطبه باللغة بتاعته وفي نفس الوقت كل معلومة فيه حقيقية ودقيقة 100% في ميزة حلوة في العمل جزء منها مبني على شيء ما هو نقيصة لدينا نحن ثقافتنا فيما هو متعلق بالحضارة المصرية القديمة ما هيش ثقافة كافية للأسف بالرغم منها حضارة نحن وبدأنا ننتفض ونقرأ ونفكر وإحنا بنتفرج على موكب المميوات وعلى الاحتفال بتعطريق الكباش وكذا فحصل زي انتفاضة كده لدى جميع المصريين وتموا بهذا الموضوع ده كان بيتواكب مع كشوفات أسرية كتير جدا حصلة السنتين ثلاثة اللي فاتوا دول لكن ان انا اقدم عمل الولاد يستفيدوا منه والكبار كمان أصبحوا بيتابعوه ومستمتعين به دي برضو معادلة صعبة يا عدلي صحيح لأن احنا المعلومة عندنا موسقة وده تقدم في إطار درامي مشوق مش بس للطفل انت لما شخص ناضج أو شخص كبير هتتفرج على العمل انا واثق انه بنسبة 90% من المعلومات اللي احنا قلناها لم تناقش في اي عمل درامي مصري وان كان في اي عمل بشكل عام احنا معنا سيرة 12 ملك وملكة بالمناسبة يعني في الحلقات اللي جاية فيها ملكات محدش قدمهم بالشكل بتاعنا ده قبل كده يمكن احنا الموضوع ده طبعا خدمي اننا وقت كبير عندنا فريق رسوم متحركة ضخم جدا اشتغل على الموضوع لشهور المدققين التاريخيين مش بس تشتغلوا على الورق انا عايز اقول لحضرتك انه هم اشتغلوا على الملابس بتاعة الشخصيات كانوا بيعودوا مع المسؤولين عن الرسوم المتحركة بعد ما خلصت انا الكتابة ويبدأوا يتعاملوا المصر القديم ما كانش بيحارب مثلا بالسيف لغاية فترة معينة فمش هينفع نتعامل في المعارك اللي ما قبل هذا الملك بالسيف وبالتالي المعارك هيبقى فيها الادوات الحرب الفلانية والفلانية اللي كانت معروفة في الزمن ده كل حاجة كل حاجة